خليني أبدأ مع حضرتك يا أستاذ أحمد والحديث عن المشروعات التنموية الضخمة اللي بتقوم في الصعيد يعني يما الحياة الواحد قاعد يذاكر له أكثر من عشر نقاط في مجالات التنمية المختلفة الزراعة وكيفية الزراعة المستدامة والزراعة التنموية الصناعة والتعدين والاستفادة من موارد مصر التعدينية في الصحراء الشرقية والغربية أيضا الاستفادة من المجهود البشري وعلى ذكر ذلك هو توفير شبكة طرق واسعة جدا لأبناء الصعيد للتنمية الاستثمارية حدثنا عن هذه النقطة واسمعت أشكرك يعني صيقة السؤال بهذا الشكل لأنه خلينا نقص فورا لصلب الموضوع أولا نحن قدام فلسفة جديدة في الحكم من 2014 بيقول إيه بقى؟ تالت بقى في تصراحات برسنانس كتير ما وفيتش عن ده يعني سيد الرئيس قيل بالحرف وبعد كده وزراء المالية قالوا بالحرف أن الموازنة العامة للدولة المصرية هتوزع فيه من الآن وصعد كما تحتاج المناطق مش كما زي كان فترة من فترات نفوذ المناطق كان الأول لو هنا ساكن وزير يبقى المناطقة دي هيتم الاهتمام بيها هنا ساكن نائب مجلس شعب عنده نفوذ قوي وقريب من دور سرعا القرار يبقى هيقدر يجيب لبلده كبري يقدر يجيب معدية هذا الكلام انتهى لما نطبق ده بقى على الأرض اه احنا شفنا من نصف قرن ما شفناش هذا الاهتمام غير المسبوك بصعيد مصر لدرجة احنا نتكلم على رقم خراف يعني اذا فكناه اذا نتكلم على تريليون جنيه عايز اقول لحضراتكم محافظة زي بني سويف مثلا مئة وستة مليار جنيه يعني انا تسعين مليار جنيه البحر الأحمر من 2014 من ساعة ما تولي الرئيس المسؤولية الغد فبراير 2019 خمسين مليار جنيه القام كلها بالمليارات بالمليارات نتكلم بقى بالملايين ولا حتى بعشرات الملايين ولا بمات المليارات فلكن اذا هنروح بباشرة لكلام حضرتك بقى الخاص بالقدرة على تغييد يعني طبيعة ومناخ ومناخ والمعيشة في معيشة الناس الى الافضل في هذه المناطق وتوفير فرص عمل وتوفير يعني فرصة جيدة للإستثمار لا احنا قدام طبعا تطور غير مسبوك اذا هناخد محافظات صعيد كده بالترتيب اذا هنتكلم بشكل منهجي يعني اذا هنستثني حتى الجيزة هنعتبرها من الصعيد يعني طبعا عدد من المشروعات غير مسبوقة يعني طريق الجيزة الوحاد ده 283 كم ده مليار واثنين من عشرة برضو بالمليارات الطريق الاوسطي الاقليمي وده طبعا اهالي اكتوبر والجيزة والهرب والمناطق اللي هناك دي عارب لانه بيعدي بقى على الغاية حلوان وماية ويعمل قص كده يوديكي لغاية العين السخنة ده مليار وتسعة من عشرة يعني داخلنا على تنين مليار جنيه تكلفة برقاش الصوامع اللي هناك ستين الف طن سبعة وستين مليون جنيه تقريبا زي المعمول في سندس في بنسويف برضو نفس الصوامع لكن ناخدها واحدة واحدة الفيوم شوفك طول عمرنا بتكلم على بحيرة قارون وسيدنا قارون ونسمع عن هزي البحيرة العظيمة اهمال غير مسبوك عمل تراكم سيء جدا لدرجة انه لما سيادة الرئيس وعد بحل ازمة البحيرة ان كان عليها ستلاف اسرة شغالة في الصيد ستلاف مواطن طبعا دمرت صرف صحي اهمال مفيش حاجة خالص مفيش سياحة اصلا دخلنا بقى اول اول طلع كده تمانية وتمانين قرية على محيط البحيرة دخلوهم مشروع خاص بصرف الصحي منحة بالتحاد الاوروبي او خروض على ثلاثين سنة اذا انقاذ الثروة السماكية الثروة السماكية والثروة السياحية وهو فرص عمل حدك تكلمت عنها للناس اني بتكلم على ستلاف اه يعني حد شغال في الصيد تسع ونص مليار جنيه في مشروع الصرف الصحي يجي المحافظ تدخل المحافظة تستفيد بموضوع الملح انت بتكلمي على بحيرة كبيرة ستمائة كيلو متر يعني مساحتها بتكلم على خمسين كيلو طول البحيرة فعملوا مشروع للملح زي معمول كده ملاحات اسكندري اربعة تلاف فدان دخلنا فيه اتين واثمين عشرة مليار جنيه تكلفة اه تسيبي ده تروحي بقى في خطة بقى الدولة المصرية لاستنهار صناعة النسيج عملنا اكبر اه محلج اقطان في اكتر من محلج يعني كفر الزيت لكن في الفيوم اكبر محلج الاقطان في مصر امتين وخمسين مليون جنيه عشر اه فددين المساحة المفروض يعمل خمسة طن اه قطن شعر في الساعة يعني مئة عشرين طن تقريبا يوميا نعم اه تسيبي ده تروحي للمشروع الخاص بالفيوم الجديدة هناك منطقة صناعية اه دخلتي على فيه مشروع طبعا تبع الحكم المحلي غير مشروع اه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندهم اه مدينة صناعية دخل على الف ستمائة وتمانين اه مصنع يعني تسعة الاف فرصة عمل اذا سيبنا الفيوم ننتقل اقرب محافظة اللي بنسويف كده عشان نمشي الصعيد من اوله نعم بنسويف اه واخده اه يعني فرص مشروعات ضخمة جدا منطقة تكنولوجية خمسة وخمسين فدان اه اكتر من الفين فرصة عمل مباشرة واربع تلاف اه فرص عمل اه غير مباشرة تروح لطريق لسه كنت تكلم حدك على الطرق طبعا محافظة يعني على حدود الجيزة والفيوم ملاحش علاقة بمنافذ البحرية اتعامل الطريق اسمه طريق اه سيد المسيح عدلي منصور ده اه بياخد بس عشان نعرف جغرافية الصعيد عنا عندنا اه الصعيد ده فيه قطر سكة حديد بيوصل من الجيزة الاسوان لكن بالتوازي معاه فيه فيه طريقين شرق النيل اه اتنين صحراوي شرق النيل طريق الزراعي القديم ده اللي ما اتطورشي ليه يعني مثلا من ساعة ما اتعمل اه وده اللي اغلب الحادث بتحصل عليه حاي وزنق او زحمة وما فيش يعني مؤل انه بيعدي على مدر مصر كلها ثم الطريق الجديد الغربي الصحراوي اه الطريق عدل منصور ده ربط الطرق دي كلها انت عشان يعني اضرب لك حضر مسألة لسا بتكلم على الطرق والناس تقعد يقول لك يعني هناكل طرق تعالي تشوف في الصعيد ده اقول لي حضرتك مثال بس يوضح المسألة عشان الناس تفهم ايه اللي بيحصل تخالي حضرتك وقف على كبري قصر النيل ما فيش الكبري بس وقفة عند ناحية التحرير وعايزة تروحي ناحية الابرة عارفك يعني ده يحصل ازاي في الصعيد تروحي اقرب نقطة تعدي بيها على النيل يعني تاخدي بعض كده وتروحي لغاية الاناطر او بنها عشان تعدي وبعد كده من هناك ترجعي تروحي للابرة او المعديات او المعديات الخطأ فتخيالي كم المعاناة يعني دي لو مساحتها خمسين كيلو انا هروح خمسين كيلو وعدي وارجع لخمسين كيلو فعشان كده تعاملت الطرق دي اللي بتربط طبعا بعد عشر داقة وربع ساعة بعدتي خلاص من اقصى نقطة على الطريق الشرق الصحراوي الى ابعد نقطة الطريق الغرب الصحراوي مرون بالطريق الزراعي مرون بالمدن بقى اللي عايز ينزل ده عدل منصور اللي تعمل حقيقة اني استاذ احمد لا تنمية يعني لا مجال لوجود اي تنمية من غير عنصرين اساسيين الامن والاستقرار والطرق يعني ما فيش امكانية اصلا ان يبقى فيه اي تنمية اي فرص عمل اي او غيره او غيره احنا بنتحدث مع حضرتك عن فرص العمل هذه المشروعات وحضرتك كنت ماشي بشكل يعني جغرافي منطقي جدا عايزين نعرف من حضرتك تأثيرها على اهالي الصعيد في هذه المناطق لان الصعيد معروف ان هو كان مع الاهمال اللي كان بيطاله كان كل ابناء الصعيد كل املهم ان هم يخرجوا منه اول ما يلاقوا يعني الشاب يبتدي خلاص يخلص تعليمه او غيره يجري يدور على فرص عمل سواء في المحافظات الاكثر نفوضا دائما حضرتك زكرت او حتى الهجرة غير الشرعية الى الخارج بكل بقى المساوئ اللي فيها كل اللي اقول لحضرتك ده فرص عمل لان انا تعمق يعني فكرة الكلام ممكن نتكلم يعني بس هنكرر انا ما سمعتش المداخلات لابد كده فان مش عايز اعيد حاجة عن الصرف الصحي وعن البناء المدارس والفصول اه بس انا بقى بس انا عايز اروح فعلا النقطة دي مهمة واللي حضرتك قلتها برضا في السؤال انه فرص العمل ده بيقدي الى تغيير حياة الناس ويفتح يعني مساحات الاكل العيش ويخلي الناس تبقى ايديها في الاعمال الشريفة ولا رايحة للاعمال الحرام ورايحة للجريمة ورايحة للتطرف ورايحة للارهاب لأ احنا بنقطع او بنجفف منابع الارهاب فعلا بتوفير فرص العمل من خلال المشروعات دي انا عايز اقول لحضرتك يعني ممكن نرجع لبانا سوف تاني بس خلينا على سبيل المثال لما تعمل مشروع المليون ونص مليون فدان عندنا محافظة 32000 كيلو متر يعني اكبر من شمال سيناء المانيا دي المانيا دي طول اكبر من محافظات طولا في مصر طريبا 167 كيلو متر طول عشان كده كان نصبها في المشروع المليون ونص مليون فدان واخدى ثلاث مناطق في منطقة اسمها غرب المانيا غرب المانيا اتنين وجوار غرب المانيا الاولى 140000 فدان التانية 150000 فدان ثلاثة 250000 فدان هتبص نلاقي المانيا دي ولا وحدها واخدها في حدود 540000 فدان يعني تلت مشروع مليون ونص مليون فدان موجود في المانيا عرف ده عمل ايه حضرتك نعم تكلم عنه كتير بس برضو التفاصيله مش بنقولها للأسف اللي هو مشروع مصنع القناة اللي انتاج اكبر ده اكبر مصنع سكر برنجر في العالم مش في مصر في العالم خلينا نرجع تاني لهذا المشروع بنا بس اقول لك اللي انا بقول ده ليه اتفضل لان ده المتعامل ليه بنجر السكر لانه مزروع على مساحة 181000 فدان حط مواطن في كل فدان انت شغلت مع المصنع 200000 مواطن طبع شوف 200000 يعني اتكلم عن 200000 مش 200000 مواطن حجم المشابة الخاصة بيه المشاريع موجودة جنب الأراضي الزراعية وجنب المناطق اللي بيقتن فيها أهلين الكرام اشتركوا في القناة